هذا المقطع برعاية متجر ايوه لبيع الرونز وجميع الاسلحة والدروع وتلزمن وجميع ايتمات اللعبة اذا حبيت لقاها بسرعة وشهولة تقدر تشتريها من عندهم لا تنسى كود الخصم اللي مكتوب الوصف اترككم مع المقطع السلام عليكم حياة كالله عزيز المشاهد وتقبل الله طاعتكم نبرز التغييرات اللي صارت التحديث الاخير واكثر شي تقريبا ضايق الشباب اللي هو الجدار اللي انبنى وسكر طريقة القلتش اللي نزلتها قبل التحديث بيوم ابشركم يا شباب فيه طريقة افضل واسرع من الطريقة الاولانية مش طريقة طريقتين اول واحدة اللي هي جنب الجريس بوينت يبيلك تضبط اول ثلاثة نطات ما فيها اي مشاكل النطة الرابعة ممكن يبيلك تنط تكسر يسار بزيادة حتى انك تضبطها النطة الخامسة بعد ممكن فيها شوية مشاكل لكن يبيلك تنط يمين كأنك بتنزل من الحافة وبعدين ترجع عزاوية يسار وهذه اول منطقة تلجية بتلمسها مرة مرتين تجرب حظك انا امتكد ما رح تواجه مشكلة طبعا باقي الوضع تعرفونه توصل عند الظل وتعطيها الدبل جنب وما يحتاج انك تسوي سبام وتكسر الارون تعطيها كل خمسة ثواني كذا بالارون ما عندك اي مشكلة حتى اني جيت اتكد هنا هنا طولت تقريبا عشر ثواني لين ما مات لعبي اللي عاجبني في هذا القلتش انه يمديك تمسك جوالك تشوف لك الشي تتابع شي واصبعك على الارون وتعطيها على الخفيف كذا كل ثانيتين ثلاث ثواني خمسة ثواني سبع ثواني ضغطة امورك طيبة المكان الثاني مثل ما تشوفوني اخوان هذا المكان نفس المنطقة بس اللهم من الجهة المقابلة كل عليك انك تمشي على هذا المسار وبتوصل لهذا المنطقة من هذا القريس بوينت لازم انك تمشي شوي بعدين تستدع الحصان راح تدع اسلين ما توصل للنهاية المسكرة هذه ومن هنا يصير القلتش طبعا فيه منيبوس في الطريق تقدر تسحب عليه اللي هو الهيكل العظمي يطلع لك من ارض وما راح يوصل لك هنا امورك طيبة تمشي على هذه الطريقة شوف اللي يناسبك شوف اللي افضل لك وامشي عليها لكن هلنا اللي بيختلف معاك ان منطقة النطة تكون مختلفة بتشوف زي العمودين في النهاية هناك حاول انك تنط بينهم والمكان ما يضيع ان شاء الله واتمنى ان فيها حد استفادة من المقطع اشكر من تسمين القناة والشكر الموصول لكل من دعمني بلايك وكومنت وشير وشوفكم ان شاء الله على خير في مقطع جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته